حموما حقن الدهون عادة بنج موضع يعني بنسبة اكتر من 90% حقن بنج موضع لكن انا برجو كل الناس برجو كل المشاهدين اللي اتفرجوا علينا في قناة الحياة ارجوكو لا نقلب النعمة لنقمة التخدير ده نعمة كبيرة جدا كبيرة جدا من نعم ربنا علينا ان خلانا نقدر نعمل اجراءات عنيفة جدا صعبة جدا مؤلمة جدا بدون ما نشعر بحاجة هو ده التخدير ده نعمة ربنا ادهلنا وعلى فكرة كان اول ما بتدت تعمل العمليات كانوا زمان بيربطوا العيان وهو صاحي وهو حاسس كده وكان الوفاء عادة من القلم من قوة القلم بيحسى الوفاء فتخالوا ان ربنا ادانا بابرة صغيرة قد كده ان ما نحسش باي حاجة خالص ولكن في حاجة حصلت ولكن في اي شيء بيحدث فارجوكو التخدير يعني ما تقلقوش منه ملكوش دعوة بيه ده عندنا اساس التخدير من اعظم ما يمكن عندنا تكنولوجي جديد تطور رهيب في علم التخدير في اخر خمس ست سنين عشر سنين الدنيا تقلبت المواد كلها اللي كنا بنستخدمها اتغيرت والادوات اللي كنا بنستخدمها اتغيرت والاسليب اللي كنا بنستخدمها اتغيرت الدنيا اتغيرت خالص خالص في علم التخدير واصبح اكثر امانا كثيرا جدا واكثر راحة فنرجو أن الدنيا تبقى من الناس ما تقلقش نفسها بنوع التخدير لكن عموما هو يعني التخدير الموضعي هي حالات حق أن الدهون بتبقى أكتر الحالات بتبقى حق أن الدهون بنحقنها عن طريق التخدير الموضعي